بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم مع المعدنا ان شاء الله مع درس جديد في الفلسفة النهاردة الحصة اللي فاتت تكلمنا عن خصائص التفكير الفلسفي واهمية التفكير النهاردة بنتابع درس جديد هو اساليب التفكير الانساني قبل ما نتكلم عن تفكير الاساليب نفسها هنعرف ازاي ان ليقى فيه هناك انواع مختلفة من اساليب التفكير وازاي وصلنا لها وصل لها اعتمادا على تحليل الطرق والاساليب التي يستخدمها الفرد في مواجهة ما يتعرض لهم من قضايا او صعوبات او مشاكل يعني الاساليب دي اتحددت وتحللت بناء على حللنا الطرق والاساليب كل فرد فينا بيستخدمها لما يجي يواجه مشكلة او يحل قضية معينة او في صعوبة معينة وجهته كلها مسائل انسانية يتعرض لها الانسان فكل واحد بيحل المشكلة اللي هو فيها بطريقة بتختلف عن الاخر لذلك اختلفت الاساليب تبقى لهذا الاسلوب عندي بقى كم اسلوب عندي الاسلوب الخرافي اللي هو البداي وعندي الاسلوب الديني وعندي الاسلوب الفلسفي وعندي الاسلوب العلمي وعندي الاسلوب الابداعي يبقى انا هنا عندي حوالي خمس اساليب من اساليب التفكير الانساني هنبدأ نتكلم على الاسلوب الخرافي الأسلوب الخرافي هو نمط من التفكير إذا التعريف بتاعه نمط من التفكير يستند فيه الإنسان إلى أسباب غير صحيحة أو سازجة في تفسير المواقف والقضايا أو الضوار التي تواجهه في الحياة مثل الأمراض والزلازل والبركين نركز بقى في الكلام ده عشان الكلام ده كلام مهم جدا الأسلوب الخرافي نمط من التفكير استند فيه الإنسان إلى أسباب غير صحيحة أو سازجة في تفسير المواقف أو القضايا أو الظواهر التي تواجهه في الحياة زي الأمراض والزلازل والبركين طيب هناخد أمثلة ليه ونبدأ نطبق يعني إيه السلوب خرافي ده أسلوب بدائي وسازج وكل حاجات دي كلها ليه عندنا من الأمثلة لهذا النوع الوصفات البلدية اللي بنعالج بها الأمراض والأحجبة لحل بعض المشكلات الواقعية أو الوهمية يعني اخذ بالك مشكلات واقعية أو وهمية دي كلها أمثلة بسيطة ليه الأسلوب الخرافي بنسميه أسلوب بدائي سازج ليه برضو أولا هو يغلب على البدائيين من الناس يعني يا مستر البدائيين بس الناس اللي بتوع الزمان والبدائيين وخلاص لا والله يا ولاد والنهار ده كمان موجود الأسلوب الخرافي البدائي ده وات السازج عند ناس كتير وبالأسف متعلمي فبالتالي إزاي يا مستر إن أنا برد الظواهر أو المشاكل اللي بتحصل لي لغير الأسباب الصحيحة بتاعتها بردها الأسباب وهمية لا علاقة لها بالواقع ولا بالعقل لا علاقة لها بالواقع ولا بالعقل هناخد مثال صغير طالب رصب في الامتحاد جينا بنسأله إيه يا ابن إيه اللي حصل لك حرصبت ليه لا ده الامتحان كان صعب ده ما كانش سايبيننا نغش ده المدرسين ما بيشرحوش ده اللي بيصححوا مش متخصصين يعني هنا بيرجع الظواهر أو بيرجع رصوبه لأسباب كثيرة وهو ليس له دخل فيها يعني بعد نفسه عن كل أشياء وهو أصبح مظلوم وبالتالي ما جابش لنفسه خطأ واحد إن هو يقدر يقول ما أصرش ما زاكرش ما كانش بيحل أسئلات ولا 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 لا هو بيرجع الكلام ده لأسباب تاني خالص بيد عنه هو طب لو تقرر يا أولاد نفس الأسلوب ده في السنة اللي بعدها وعمل حصل نفس اللي حصل هيحصل إيه هيحصل نفس الفشل لأنه هو مش عاوز يتحمل مسئولية شيء هو أعمله فبالتالي هنا زي ما نقول والزلازل يا مستر والبراكين فيه ناس بتقول ده غضب من ربنا وما نش عايزين لما نيجي ندي لها كل واحدة لها تفسير لها تفسير مختلف خالص ونيجي بقى نقول إيه ده فلان عمل سحر له فلان ده فلان ده مش عارف إيه كل دي هتأمثلة وخرافات وخرافات لا أساسة لها وبالتالي هنا بنرجع الظاهرة أو رجع المشكلة دي لغير لغير الأساس والأسباب الحقيقية لها فعشان كده بنفسرها تفسيرات إيه سازجة أو غير صحيح ده ده مثلة بسيطة يعني عشان إيه نبقى نتكلم فيها وإن شاء الله في الفصل هنتكلم في حاجات أكتر من كده ونحل برضو عليه يبقى ده الأسلوب الخرافي نمط من التفكير يستند فيه الإنسان لأسباب غير صحيحة أو سازجة في تفسير مواقف والقضايا والزواهل التي تواجهه مثل الأمراض والزلازل والبراكين طبعا بيفسرها بإيه بأشياء ليست وقعي ننتقل بقى إلى الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الدين الوضع يختلف تماما في الأسلوب الدين ليه يرتبط الأسلوب الديني بالنظر في القدرة الإلهية في خلق الكون بكل ما فيه ومن فيه ودلائل ذلك وضح مام أعن الإنسان ودخله فتتابع الليل والنهار وخلق الأرحام وغيرها من دلائل تؤدي لزيادة الإيمان الإنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى أيوة هو دي النقطة الأساسية اللي احنا عاوزين نوصل لها من الأسلوب الدين إن أنا برجع كل حاجة لمن؟ لربنا لأن ربنا هو الخالق وبالتالي هنا لابد أن نزداد إيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى وربنا ادان عقل يا أولاد العقل ده وظيفته التفكير في الأسباب اللي موجودة بقى لما تحصل عندي مشكلة دور بعقلي فيها عن أسباب الحقيقية لأي ظاهرة أي سبب حقيقي لزاهرة وليس أرجعها لا ده ده ربنا عاوز كده وده قضاء لو قضر وبتعول حاجات دي كلها لكن في نفس الوقت اللي ربنا بيقول لي هو دور على الأسباب أؤمن أولا بقدرة الله ثم دور على الأسباب ثالثا الأسلوب الفلسفي نركز بقى كتير قوي في الأسلوب الفلسفي عشان فيه كلام كتير غير اللي فات يتميز الأسلوب الفلسفي خد بقى كهوه يتميز عن سائر أنواع الأسليب الأخرى بالنزعة العقلية التأملية أو نزعة عقلية تأملية هدفه إيه كشف حقيقة الوجود الإنساني ومكانة الإنسان وفهم سر وجوده في الكون إيه ده يعني هنا مش نزعة العقلية التأملية دي ليه هدف الهدف هو إيه كشف حقيقة الوجود الإنساني ومكانة الإنسان وفهم سر وجوده في هذا الكون طيب يا مستر الأسلوب الفلسفي اللي بيعتمد على التأمل العقلية بس لا قال لي وتحليل منطقي وترابط بين زوار الحياة الجزئية يعني كل الزوار الموجودة عندنا دي كلها بجمحها بقى يبقى كل الزهيرة لوحدها جزئية والرعد المطر النبات الكسوف الخسوف كل دي زوار جزئية بنجمحها مع بعضها عشان نكون حقيقة كلية شاملة لهذا الوجود وكل دي يكون أساس منهج الإجابة عن الأسئلة الفلسفية التي يسيرها العقل الإنساني طيب في نقطة هامة جدا أنا عاوزكم تاخدوا بالكم منها هي أن الأسلوب الفلسفية زي وزي الأسلوب العلمي الاتنين هدفهم واحد هو اكتساب المعرفة الاتنين هدفهم ايه؟ واحد هو اكتساب المعرفة ولكن الأسلوب الفلسفية يختلف عن الأسلوب العلمي الأسلوب العلمي هدفه تحقيق الاتفاق العام اللي بتتسم بيه المعرفة العلمية القسوم الفلسفي ليس غرضه تحقيق الاتفاق العامل بتتسم بيه المعرفة العلمية ليه خد شو بالك شوف الفرق هنا ليس هدات النفي نفت الهدف الاساسي هنا اي حاجة في القلم فيه اتفاق عامل العلماء كلهم متفكين عليه الفلسفي لا الغرض منه بقى مش تحقيق لهذا الاتفاق ليه لان الفلسفة تتناول وجوده المطلق الوجود المطلق كله وليس جزء منه كل واحد بيدرس حاجة جزئية بعيدة عن الاخر وبالتالي هنا الفلسفة مش هتحقق هذا الاتفاق العام لانها تدرس هذا الوجود المطلق ده هنا مهمة جدا في العلاقة بين الفلسفة والعلم ننتقل الاسلوب الرابع لاسلوب العلم هو اسلوب التفكير السليم الذي يبحث عن العلم للقريبة المباشرة للظاهرة الفلسفة اللي بتدور على اصل الموجودات بتبحث عن العلاة البعيدة اما العلم بيبحث عن العلاة القريبة المباشرة للظاهرة طيب الاسلوب العلمي العلماء عرفوا به ايه اسباب انتشار الامراض وظهورها كيفية القضاء عليها باضافة لان الانسان العادي يقدر يوصل بالاسلوب العلمي اللي حلوا مشكلاته اليومية لما يستخدم مناج التفكير العلمي يتبقى معانا الاسلوب الابداعي هو نمط من النشاط العقلي الذي يقود الى انتاج يتصب بالجدة والاصالة من اجل مصلحة الفرد والمجتمع السلام تعريفوا ده نمط من النشاط العقلي الذي يقود الى انتاج يتصب بالجدة والاصالة والقيمة من اجل مصلحة الفرد والمجتمع طيب هل الاسلوب العلمي يا مثل له دور مهم في حياتنا اكيد الاسلوب العلمي له دور في مختلف مواقف الحياة ومش كده وبعض الاسلوب الابداعي الاسلوب الابداعي له دور في مختلف مواقف الحياة ولا يقتصر على المبدعين من العلماء والفنانين والأدباء يا سلام يعني دول المبدعين الاسلوب العلمي الابداعي مش واقف عليهم ايوة مش واقف عليهم ليه لان في اي موقف يتطلب اعادة تنظيم افكارنا او ادراك علاقات جديدة بينها لابد ان يكون الابداع دور واضح شأنه شأنه اسلوب التفكير العلمي والفلسفي ويجب ان يكون غاية في مواقف حياتنا اليومية يا سلام كده بمتقى البساطة اه هنا الاسلوب الابداعي زيه زي الاسلوب التفكير العلمي والفلسفي له غاية في المواقف ايه في مواقف حياتنا اليومية اه بكده خلصنا الاسلوب التفكير اه ناخد اه مجموعة اسئلة بسيطة علينا ونكمل باقي في الحصة القادمة ان شاء الله في الفصل اختر اجابة صحيحة بين الاكواس الاغتية الاسلوب نقط يستخدم التأمل العقلي الخرافي الديني الفلسفي العلمي انا مش اقول الاجوبة والاجوبة هنقولها في الفصل عشان انا سيبك فرصة انك تذاكر وتحاول تحلق اسئلة بنفسك وتيجي ترجعني فيها في الفصل السؤال اللي بعده الاسلوب العلمي يحاول وصول الى نقط العلال القريبة الاسباب المباشرة المبادئ القريبة جميع ما سبق انا عاوز انا عاوز آآ ألغي جميع ما صبك من السؤال ده وخليها العلال قريبة والأسباب المباشرة والمبادئ القريبة والعلال البعيدة نخلي بعد الجميع ما صبك العلال بعيدة تمام آآ نجي لسؤال آخر يهدف الأسلوب نوات الاكتساب المعرفة وليس الاتفاق العام الأسلوب الخرافي الأسلوب الديني الأسلوب الفلسفي الأسلوب العلمي آآ كمان سؤال يتصف بالجدة والأصالة والقيمة ده الأسلوب الديني ولا الفلسفي ولا العلمي ولا الإبداعي أكتفي بالكامل سؤال دول وإن شاء الله في الحصة بإذن الله نكمل يولا شكرا جزيلا لكم ونلتقي في حصة قادمة بإذن الله شكرا جزيلا لكم